النهاردة روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي فيه اللي أعلن فيه معسكر منتخبنا القادم في شهر سبتمبر قال كلام مهم جدا وتصريحات مهمة جدا واختار أيضا قائمة منتخبنا الوطني لهذا المعسكر القائمة اللي ما فيهاش لعبي نادي الزمالك ولاعبي نادي فيوتشر عشان مشاركتهم في دوري أبطال الأفريقية والكونفيدرالية الأفريقية في الدور التمهيد مؤتمر صحفي كان فيه كلام مهم جدا مؤتمر صحفي كان فيه حديث مهم جدا هنروح ناخد جزء من المؤتمر الصحفي في دوريا ونرجع نتكلم عن قائمته التي أعلنها اليوم القائمة الأولى للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر خليكم معنا عايز أشكر كل الأندية والمدربين اللي استقبلونا أثناء الزيارات بتاعتنا اليوم وعايز أشكرهم بصفة خاصة على حسن الاستقبال وكمان على المحادثات اللي حصلت بنا علشان نتبادل العراء عن كرة القدم المصرية بصفة عامة فيما يخص المعسكر المنتخب اللي احنا هنعمله في الفترة القادمة احنا قررنا ان احنا نقسم المعسكر ده إلى فترتين إلى مدتين زمنيتين يعني هيبقى عندنا فترتين فترة من يوم 13 ليوم 17 دي الفترة الأولى للمعسكر وفترة تانية هتبقى من يوم 19 ليوم 27 في الفترة الأولانية احنا هنبقى معنا اللاعبين المحليين لأن في الفترة الأولانية ديت مش هيبقى معنا مش هينفع يكون معنا اللاعبين اللي بيلعبهم في خارج البلاد يعني خارج مصر وبرضو نفس الوضع بالنسبة لللاعبين المشاركين في البطولات الأفريقية من الأندية المحلية يوم 17 سبتمبر هيكون فيه قائمة باللاعبين اللي هم هيشاركوا فيه الفترة التانية المعسكر التاني اللي هيبدأ يوم 19 وهيبقى لنا مباراتين مباراة مع النيجر ومباراة مع ليبيريا في المباراة الأولى هتبقى يوم 23 والمباراة التانية هتبقى 27 بالنسبة لللاعبين اللي هم بيلعبوا خارج مصر هنبعت للأندية بتاعتهم اللي هم هنضموا للقائمة هنبعت للأندية بتاعتهم يوم 4 سبتمبر احنا محبناش نعمل القائمة دي النهاردة يعني قبل كده علشان الفترة اللي فاتت كنهاية الدورة المصر وكل الفرق كانت بتشارك في آخر المباراة لها فما حبناش نعمل ليهم اي يعني ازعاج حبنا ان هم يركزوا في المباراة الأخيرة من البطولة وفي نفس الوقت برضو دي تبقى دايما فترة اعداد بالنسبة للأندية عشان يبقى عندهم فرصة ان هم يجهزوا البدائل ويجهزوا اللاعبين بتاعتهم هو عايز اتعرف على اللعيبة في المعسكر الاولين دوا لان اللعيب وهو في النادي بتاعه بيبقى حاجة مختلفة عن اللعيب لما يبقى في المنتخب عايز اقول برضو ان اللعيبة كلها في كل الفرق المصرية بلا استثناء احنا بنتابعهم كلهم وبنتابع كل الأندية ودي فرصة للعيبة ان هي تبين كل الخدرات بتاعتها لان كل لعيب وكل نادي معرض ان يتاخد منه لعيبة عشان تكون مشاركة في المنتخب فدي فرصة للجميع لكل الاندية بلا استثناء كل المؤشرات وكل حاجة بتقول انه هو هيبقى متواجد انه فيش حاجة تمنع بالنسبة لمحمد صلاح واضاف انه هو بدأ القائمة بحوالي 85 لاعب قائمة اختيار لعيبة المنتخب القائمة دي تم تصفيتها فيما بعد وصلت ل45 لاعب تقريبا ووصل العدد النهائي دلوقتي ل23 لاعب دايما الرادار بتاع اختيار اللعيبة اللي تنضم للمنتخب بيبقى جاهز انه هو يختار الافضل دايما للعيب اللعيب اللي هو جاهز وظروفه الفنية والبدنية تسمح له انه هو يشارك في المنتخب دايما الباب المنتخب مفتوح لي اهم حاجة ان احنا نحدد اهداف والاهداف بتاعتنا لازم يبقى ليها خطط علشان نعرف احنا عايزين نوصل لايه عايزين نوصل لايه بالظبط لغاية ما نوصل لسنة 2024 ونوصل ايه اهدافنا تبقى ايه عشان نوصل لـ 2026 فلازم نحدد الاهداف بتاعتنا ونحدد عايزين نوصل لايه بالظبط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة